وتصدي للهجمات المتصاعدة للفكر المتطرف عقد في جامعة تكريت ندوة لمناقشة كافية التصدي لأفكار المتطرفة والمتشددة الندوة التي حضر بها مختصون من عدة كليات تهدف إلى نشر الوعي الأخلاقي كرد على النمو الحاصل باليمين المتطرف في أوروبا والعراق المزيد مع وليد علاء يتقدم الهاجس الأمني أولى أولويات دول العالم في الحفاظ على الأمن القومي وصد الشر العابر للحدود التطرف الفكري والعقائدي لا زال يشكل تهديدا وخطرا حقيقيا على سلامة المجتمعات ومن منطلقات الشعور بالمسؤولية والمصلحة العامة أقامت كلية التربية البدنية بجامعة تكريت دورة نقاشية معمقة لبحث منابع التطرف والأسس التي يستند عليها تطرقنا في هذه الدورة التدريبية إلى ما هي هذه السبل وكيفية معالجتها وكيفية إنشاء مراكز تثقيفية من أجل معالجة هذا الشذوذ وكذلك يكون من ضمن هذه المعالجات يكون دور للإعلام وكذلك يجب أن ينبه الفرد أنه القانون العراقي فيه مواد قانونية ممكن أن يتعرض بها للخطر إلى السجن إذا قام بنفس هذه الأفعال تجفيف التطرف والشذوذ تبدأ من الفرد بذاته يعني يجب أن ينشئ الفرد منه طفل عن طريق زرع القيم التسامح والتعايش السلمي فيه كفرد أو مواطن ثم ننتقل من الفرد إلى الأسرة يجب أن يكون هناك دور فاعل للوالدين في غرس هذه الأصفات الجيدة والحميدة وحب جميع الأديان مثل ما ينص عليه ديننا الحنيف أنه نحن نحترم جميع الكتب السماوية وضع الباحثون الحقوقيون والقانونيون في دورتهم هذه سلوان موميكا حارق القرآن الكريم انموذجا في تحليل الدوافع النفسية والمحفزات المادية وربما المغانم السياسية في إساءته للكتاب المقدس وتهجمه على دين يتبعه 2 مليار شخص على وجه البسيطة ندوة عن كيفية مواجهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة في المجتمع العراقي وأخذنا سلوان موميكا انموذجا طبعا شرفنا محاضرين في الندوة من كلية الحقوق جامعة تكريت وكلية الإدارة والاقتصاد وكلية العلوم السياسية تنمية القدوات لدى الأفراد بدلا أن يكون لديهم قدوات سين وصاد غربية يجب أن يكون لدى أبنائنا قدوات حقيقيين قدوات دينيين قدوات عظماء اقتصاديين الجامعات عليها أن تزيد من المفردات التي تدعو إلى التسامح ونبذ العنف ونبذ التطرف والنهوض مخرجات الدورة التي استمرت ليومين باستضافة جمع من الطلبة ومتخصصين في علوم الاجتماع والقانون جاء التأكيد فيها على بذل جهود تتعدى حدود الجغرافيا وتصل إلى العالم الافتراضي من خلال الرقابة المشددة على الوسائل والمنافذ الناقلة للتطرف لا سيما الإنترنت حيث الفضاء الحر بلا حسيب أو رقيب من تكريت وليد علاء صلاح الدين